تحياتي وأهلا بكم فيما قبل مباراة المنطخب المغربي قدام البيرو المباراة الودية الثانية للمنطخب المغربي في هالتوقف المباراة التي تأتي من بعد ذلك الاحتفال الذي كان قدام البرازيل وذلك النتيجة الكبيرة التي كانت بإسقاط البرازيل في ماتش الذي بكل صراحة رأينا فيه كثير من ذلك التي توقعناه فما كنا أبدا كانت توقعه نرى المنطخب المغربي يلعب الكرة ويدور الكرة على البرازيل تحت إيقاع وأصوات الجماهير بالأولي كنا نرى الجماهير بالأولي والمنتخب يدور الكرة هذا الشيء كامل في الوقت الذي كان فيه المنتخب رابح البرازيل فنبرك علينا هذا الانتصار وإن شاء الله الماتش ديال بيرو حتى هو ماتش مهم باش الربح فيه ونكمله في سلسلات النتائج الإيجابية ونكمله بمعنويات عالية هاد المعنويات وهاد النتائج الإيجابية اللي بغينها تمشي من دباء حتى الكاس إفريقيا باش إن شاء الله نحقق هذا اللقب لأنه حتى الدباء ورغم كل الأرقام والإنجازات التاريخية اللي حققناها ضروري إن شاء الله من اللقب يتوج به هاد الجيل العظيم اللي عندنا ففي هاد الحلقة كيف العادة غدي نهضروا عالتشكيل المرتقب والمتوقع اللي غدي يبدأ به الريقراغي ماتش البيرو لكن قبل تابعونا في القناة ضغطوا على جيم ويلا نبدأوا اهلا بكم جديد المغرب البيرو المباراة الويدية التانية للمنتخب ماتش كي يبنع الورق على أنه أسهل من ماتش البرازيل لكن في الحقيقة هو ربما غدي يكون أصعب من ماتش البرازيل علاش العامل مهم اللي ربما كان معنا في قطار وكان معنا في الماتش ديال البرازيل لكن حاليا وحسب التصريح اللي كان ديال مساعد المدرب رشيد بن محمود ربما ما غديش يكون معنا في هاد الماتش ديال البرازيل في إسبانيا في مادريد غدي يكون عامل جمهور ربما غدي يكون خمسين خمسين او ربما الجمهور البيروفي يكون أعلى من الجمهور المغربي وهادش اللي الأول مرة ربما غدي يخلي منتخب الريقراغي يلعب تحت ضغط الجماهير ديال المنافس وماشي تحت دعم وتحفيز الجماهير المغربية فكيفاش غديتتعامل الريقراغي مع هاد العامل هادش اللي غدي نشوفوه في ماتش البيرو لكن الأهم لي ولكم هو أش من تشكيلة غدي يبدأ بها الريقراغي الريقراغي اللي كيف عودنا من نهار شد المنتخب كيلتازم بالتابات وكيبقى تابت على نفس الأسماء وحتى لغير كيكون تغيير ديال واحد الجوج او لثلاثة ديال الأسماء ماكسيموم وهادش اللي شفناه لا في الماتش ديال البراغواي لا في الماتش ديال الشيلي لا في الماتش ديال الجورجيا هاد الماتشات اللي كانت قبل كأس العالم شفناه في كأس العالم وحتى حاليا شفناه في الماتش ديال البرازيل ومن توقعش على أننا غدي يكون غيره في الماتش ديال بيرو بزاف ديال الناس باغين يشوفوا المواهب الشابة باغين يشوفوا اللاعبين جداد اللي يالله جاول المنتخب لكن إلا كان هذا شي غدي يكون إلا كنا غدي نشوفوا هاد المواهب إلا كنا غدي نشوفوا اللاعبين جداد على المنتخب فأكد لكم أننا سوف نشوفهم في الشوط الثاني وما سوف نشوفهم كأساسيين وكي نبدأ التشكيل سوف يكون كيف العادة 4-3-3 اللي كانت تحول 4-1 4-1 دفاعياً قدام خاصة اللي لا سوف يضغط عليك وما سوف يرجع على اللور بل سوف يهاجم ويدافع على فترات بنفس الطريقة المنتخب كيف كان عمله حتى احنا كيف كان هاجمه على فترات ودافعه على فترات فهذا الشي اللي سوف يكون حتى المنتخب بيروفي سوف يهاجم عليك بعض الدقائق وايضاً غدي يمشي ويرجع يدافع ويوقف ويتسنى الفعل ديالك في بعض الدقائق كيف قلت 4-1-4 اللي غدي يكون فيها حراسة المرمى ياسين بونو ياسين بونو اللي تار بزاف ديال التساؤلات في الماتش ديال البرازيل بزاف ديال الناس كانوا كي يقولوا شنوا واقع على ياسين بونو واش ياسين بونو ضايخ واش ياسين بونو مرتابك واش تقيقة ديال ياسين بونو مهزوزة من بعد الاهداف الكثيرة اللي كيتلقها في إشبيليا أنا كنقول هذا شيء كامل وربما ما كينش اللي ربما شفت ربما يكون هذا تخمين خاطئ لكن شفت على أن ياسين بونو كي يحاول يجرب كي يحاول يجرب بعض اللحظات كي يحاول يجرب يحتافظ بالكورة أكثر خصوصاً أنا شفنا حتى مع إشبيليا بدك يلعب بزاف برجليه فكي يحاول يجرب وهذا شيء اللي ما خصوش يكون بكل صراحة جريب كتكون في التدريب ما كتكونش في المباريات الرسمية انتمنى ياسين بونو يكون أكثر ثابت باش يرجع الثيقة الراثو ويرجع الثيقة الجماهير فيه اللي بكل صراحة ما تزادش وخطش في ذلك الهدف اللي ربما كيتتعد خطأ دياله وخدر ذلك الأخطاء بالكورة اللي ربما كانت تكلفنا أهداف أخرى قدام البرازيل لكن الثيقة ديالنا في ياسين بونو دائما كينا لأنه دائما غديبقى الحارس الأول ديال المنتخبات المغربي في خط الدفاع ربما غدي تكون بعد التغييرات وغدي نبدوها بالظاهير الأيمن اللي كان اعتقد على أن ويدر جراجي ما غديش يشارك بأشرف حاكمي أشرف حاكمي اللي شفناه لعب فقط خمسين دقيقة في الماتش ديال البرازيل أشرف حاكمي اللي هاد النهار خرج والتفرقعات كيف كي يقولوا الرمانة والتفرقعات قضية الزواج ديالو اللي خصنا نخليوها قضية شخصية ونفصلوها على الكورة لأن الزوجة ديالو هيبا علنات على أنها دخلت في إجراءات الطراق مع أشرف حاكمي وهذا الشيء اللي أكيد غدي يأثر عليه دهنيا لكن الموهبة ديال أشرف حاكمي والقيمة ديال أشرف حاكمي لا تناقش فقط ربما لعب اللي عاد راجع من الإصابة اللي ما لعبش مع النهار اللي شفناها لعب فقط خمسين دقيقة في الماتش ديال البرازيل بالإضافة لهذه المشاكين اللي هدرنا عليها كنظن على أنه غدي تخلي ويدر جراجي ما يغمرش به ويخليه باش يرتاح على مقاعد البوداداء والأساسي كظاهير أيمن غدي يكون هو نوسير مزراوي نوسير مزراوي اللي كما شفنا في الماتش ديال البرازيل لعب شوط كظاهير أيصر وشوط كظاهير أيمن وبجوج بهم كان في الطوب كان في الفورما دياله نوسير مزراوي فقط حطوه في الدفاع ديال أربع مدافعين حطوه كظاهير أيمن أو حتى كظاهير أيصر غدي يعطيك مستوى كبير في قلوب الدفاع كان أعتقد على أنه غدي سامر بنفس الأسماء غدي سامر بأقرد وجنبه رومانسايس رومانسايس اللي بكل صراحة أنا شخصيا فاجأني بالمستوى الكبير والمستوى العالي اللي قدمه قدام البرازيل رومانسايس اللي خلالك تحس بالآمان على دفاع المنتخب وأيضا نايف أقرد رغم أنهم مدافعين اللي كنا دايمن كنقولوا لأنهم يلعبوا بنفس الرجل يلعبوا بالرجل اليسرى وغادي تكون عندهم مشاكل لكن بكل صراحة ما شفنا حتى مشاكل شفنا رومانسايس اللي يلعب في البوست ديالو وهو مرتاح وشفنا نايف أقرد كيتأقلم مع قلب دفاع أيمن وكيقدم حتى هو مستوى عالي والظاهر الأيسر غدي يكون اللاعب اللي ربما كان مفاجأة صارة الويدر القراغي مع المنتخب واطنين المغربي من هاربدا وهناك نهضر علي إحياء عطية الله إحياء عطية الله اللي كل مدخل كيقدم مستوى كبير إحياء عطية الله اللي تقريبا شارك في كل أهداف الأخيرة ديال منتخب واطنين المغربي لا قدام البرتغال ولا قدام البرازيل بهدف الفوز اللي ربما يتعتبر الاسيست ديال إحياء عطية الله لأنه هو اللي تقريبا قام بالفتكاك للكورا وقام بالعرضية اللي جابتنا الهدف ديال التقدم باش تسالي النتيجة بجوجل واحد نمشي والخط الوسط خط الوسط غد يكون فيها على أغلب مهاج لاعبين للأسلوب ديالهم كيمين الهجوم لكن ضروري من داك الحامد ديالهم اللاعب اللي كيحميهم واللي هو سوفيان أمرابط واللي كنقول عليه دائما اللاعب الواحد في المنتخب واطنين المغربي اللي ما عندناش بديل دياله سوفيان أمرابط غد يكون كأساسي أقدمه غد يكون ذاك الفاكهة اللي كانت في الماتش ديال البرازيل ذاك اللاعب اللي يحبوه الناس كاملين من الماتش ديال البرازيل وهنا كنعضر على بيلة الخنوس الموهبة الكبيرة واللي هو كنقول عليه لاعب موهوب في الرجلين دياله وأيضا في الدماغ دياله لأنه دماغ في كرة القدم كيعرف كيف يخرج الكورا وكيعرف كيف يلعب الكورا كيعرف فين يتموقع وهاتش كي يبين على أنه موهوب حتى في العقل دياله ماشي فقط في الرجل دياله جنب بيلة الخنوس غد يكون صاحب الهدف ديال الفوز وهنا كنهضر على عبد الحميد الصابيري لأنه وكيف كنعرفوه هنا حي يلعب أغلب دقائق ماتش لبرازيل وهو كيعاني من كسر على مستوى أصبع الرجل دياله وهاتش اللي غد يخليه يغيب واحد ثلاثة ديال الأسباع أو لاربعة ديال الأسباع وغد يخليه ما يكونش في الماتش ديال بيرو وغد يخلينا نشوفه عبد الحميد الصابيري كلاعب أساسي عبد الحميد الصابيري اللي حتى هو عنده دياله الميزة ديال أنه لاعب كيتحرك مزيان وفوق الطيران كتجبره في الدفاع وأيضا كتجبره في الهجوم ونحن بحاجة بحال هذه اللاعبين اللي يعاون كدفاعيا وأيضا تلقاه في المساندة الهجومية ومن خط الوسطة هنمشيوا لخط الهجوم خط الهجوم اللي حتى هو كنت أعتقد ما غد يش يتغير غد يكون حاكم زياش اللي لعب الماتش كامل ديال البرازيل وكمل تسعين دقيقة كاملة غد يكون هو الجنح الأيمن ديالنا الجنح الأيصر غد يكون هو سوفيان بوفال سوفيان بوفال اللي من خلال الماتش للبرازيل تبات على أنه لا فرق ما بينو بوفال ديال الخالج وديال فرنسا أقدامهم كرأس حرباء غلث يكون يوسف النصيري One guy's shirt who لحربة ديالنا الاول يوسف نصيري هذا كان تشكيل المتوقع والاقرب اللي كنشوفه انا كرأي شخصي غادي يكون ايدخل به وليد رقراجي وماتة ديال بيرو الاهم كيف العادة هو الرأي ديال كومنتي وما ما تنساوش شاركوه معايا في التعليقات وقبل تآمونا في القناة ضغطوا على جيم وما اشتركوا في القناة